المختطفين أمهات المختطفين يضعن طبقاً من السنبوسة الرمضانية أمام بوابة المفوضية احتجاجاً على خذلانها لمعاناة أبنائهن الذين يقضي بعضهم عامه الرابع خلف القطبان دون أمر قضائي هذا المشهد ليس من المجاز الخيالي بل هو المحطور الأليم بحسب وقفة الأمهات في صنعاء وقفات على أبواب الأمل يناشدن ما تبقى من ضمير إنساني لعل النداءات المبثوثة إلى هيئة الأمم قد تحدث استجابة إنسانية تضغط لإطلاق سراح الذين باتوا سنين خلف قطبان سجان غير متصالح مع القوانين والأعراف رمضان هو الرابع على المختطفين في سجون الحوثيين تحضر فيه مائدة الأسرة وفيها فراغ ذلك المختطف للسنة الرابعة مختطفون لهم أبناء وأمهات ولهم مساحات في منازل باتت خاوية على أبنائها وبراويز صور مثبتة على الجدران تشير إلى التذكير الدائم بالغائبين الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها أمهات المختطفين أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء حملت مضامين كثيرة من بينها الضغط لإخراج أولادهن الذي يعاني البعض منهم ظروفا صحية وغذائية بالغة التعقيد أقل ما يمكن وصفها بلا إنسانية الستار الذي أزاحه جمال المعمر بعد خروجه من المعتقل وعليه آثار التعذيب الوحشي جعل الأمهات يضعن أيديهن على قلوبهن على فلذات أكبادهن في سجون سجانوها فارغوا الأكباد والضمائر لا يلوح في أفق المنظمات الإنسانية بما فيها هيئة الأمم ضغط ما أو توجه لإطلاق سراح المختطفين الصحفيين والمدنيين والسياسيين في سجون ميليشيا الحوثي ولا بوادر إفراج في هذا الشهر الفضيل باستثناء الذين تم إطلاق سراحهم جثثا هامدة أو أولئك الذين تم إطلاق سراحهم وهم معاقون جراء التعذيب المنظمات الإنسانية تخلت عن الحد الأدنى من الجهد الإنساني لأجل المختطفين ولم تسهم ولو من باب تسجيل موقف إنساني يتعلق بتحسين ظروف الاعتقال على الأقل والإشراف على أوضاع المختطفين الصحية ترجمة نانسي قنقر